بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا فيكم نبدأ اليوم وبعون الله دراسة أو سلسلة جديدة صح القول في سلسلة دروس الترجمة ونتناول في هذه السلسلة التعليق على مادة للأستاذ حسن غزالة وهي تدرس لطالبات الدبلوم في جامعة الإمام وهي موجهة لتخصصي المفترض لطلاب قسم الترجمة الذين على وشك التخرج أو الذين تخرجوا كما يقول الأستاذ حسن ويريدون أن يباشروا في مهنة الترجمة ويتدربوا على أساليبها فهذا موجه لهم أي شيء غير ذلك ناس آخرين لم يتعاطوا مع الترجمة يعني هو ليس موجه لهم أنه قد يكون هناك كلام يعتبد على معلومات سابقة نحن سنتناول منهجنا سيكون نحن سنقرأ النص ونعلق عليه سنعلق على كل الكلمة لا يقول أنه قائل أن هذا يعني هكذا سيطول بين الوقت يعني أنا هذا منهجي دائما لماذا؟ لأنني لست مدرس المادة ولا أعرف أستاذ هذه المادة ماذا يدرس أين يسهب وأين يطيل وأين يقصر مثلا في الشرح؟ وأين يتغاضى عن الشرح؟ ويقفز إلى نقطة أخرى لا أعرف والحقيقة هو مجرد جهد أنا أحاول أن أساعد الطلاب الذين لديهم مشكلة في فهم النص فهو موجه لشريحة معينة فإذا أنت كنت من الطلاب الذين مثلا لا يحتاجون شرحا مسهما إنما لديك فقرات معينة فيها مشكلة لا بس بإمكانك أن تقدم هذا التسجيل إلى أن تصل إلى الفكرة التي فيها طلبك وتستمع لها ثم تذهب لشأنك لكن لا تعترض علينا إذا طولنا لأنه كما نقول يعني الطلاب مستويات وبالنسبة لي أنا لا أستطيع ولا أعرف ماذا أشرح كما قلت وماذا أترك لأنني من وراء الشاشة أعمل ولا أستطيع أن أتواصل مع المادة والطلاب كذلك لا أتواصل معهم ابتداء إلا ذا هم تواصلوا معي يعني الطلاب إذا تواصلوا معي وقالوا لي مثلا هذا الفصل أو هذا الباب أو هذه الفقرة غير مطلوبة مسبقا لا نريدها أتركها ولكني لا أستطيع أن أتواصل دائما مع الطلاب لذلك عندما وصلت إلي هذا المادة وطلب مني أن أشرحها فأنا ملزم أن أشرعها كلها كما هي بعد هذه المقدمة أسامحوني إن كنت أطلت نشرع بعون الله في الشرح الأستاذ الدكتور حسن غزالة هو مؤلف هذه المادة عنوان هذه المادة ترانسلاشن الترجمة مشاكل وحلول انظر ماذا يقول لك منذ البداية هذا مقرر لطلاب الجامعة والمتدربين من المترجمين الذين يتدربون يعني اللي قد تخرجوا بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة المقدمة يقول الأستاذ الدكتور حسن هذا المقرر حول مادة الترجمة والمقصود بالترجمة هنا من الإنجليزي إلى العربية هذا مؤلف موجه للطلاب العرب أو الذين يتحدثون العربية من طلاب قسم الترجمة في يعني ما قبل التخرج يعني أثناء دراسة التخصص اللي على وشك التخرج مثلا it is also useful to train to trainee translators كما أنه مفيد هذا المؤلف لمن؟ لتريني translators trainee يعني متدرب وأضفناها لكلمة translator صارت إيش المترجمين المتدربين وهذه المادة it adopts a practical approach في هذه المادة نحن نتبنى نهجاً عملياً نهجاً عملياً أو مقاربة عملية تجاه مادة الترجمة تجاه الترجمة موضوع الترجمة and considers the whole subject in terms of problems and solutions وأيضاً نراعي في دراستنا لها المشاكل وتقديم الحلول كذلك rather than in terms of general theory and application يعني سنركز على هذا الجانب على المشاكل والحلول لتواجهنا في الترجمة ولن ندرس وحناً نركز ما رح نيجي نركز على الجانب النظري بمعنى يعني نظرية الترجمة والتطبيق والمذاهب فيها إلى آخره لا نحن مهتمين بالمشاكل والحلول التي تواجه المترجمين in this sense translation is viewed as a subject من هذا المنطلق الترجمة ينظر إليها is viewed as ينظر إليها كموضوع that creates problems of different types كموضوع ينشع عنه مشاكل من أنواع مختلفة شلون يعني ينشع عنه مشاكل من أنواع مختلفة مشاكل من حيث مثلاً النحو والقواعد grammatical lexical المفردات stylistic الاسلوب and phonological وحتى بالنسبة للأشياء الصوتية which demand suitable practical and possible solutions بما أن هذه المشاكل تنشع عندنا نواجهها في موضوع الترجمة فهذا يتطلب ماذا؟ حلولاً ممكنةً وعمليةً ومناسبة when we translate فعندما نترجم we come across these problems فنحن نواجه هذه المشكلات so that we stop translating مما يؤدي إلى أن نتوقف عن الترجمة لما تواجه المشكلة ستتوقف عن الترجمة ليش تتوقف عن الترجمة؟ to think and rethink للتفكير وإعادة التفكير and perhaps use a reference أو ربما تستخدم أو تلجأ وتستعين بمرجع ما أو حتى قاموس من أي نوع لما تواجه هذه المشاكل ستتوقف عن الترجمة وتبدأ تستعين بالمراجع أو تبحث أو تعيد التفكير مراراً كثيراً بالنص وتطويل التفكير فيه وتستعين بالمراجع كما قلنا كالقواميس مثلاً اللي ممكن تكون قواميس أحادية اللغة مثل إنجليزي إنجليزي أو عربي عربي bilingual قواميس ثنائية اللغة إنجليزي عربي عربي إنجليزي أو حتى ثلاثية اللغة مثلاً إنجليزي فرنسي عربي هذه المشاكل التي تواجهناها تتطلب حلول كما قلنا ممكنة ومقبولة لكن هذه الحلول يجب أن تكون مبنية على ماذا based on مبنية على practical solid grounds أيضاً ذات أرضية صلبة هذه الحلول حتى يعني تستمر ما نكتشف أن الحل مؤقت بعدين وجدنا أنه ما يناسب بعدين معظم مشاكل اللي تواجهنا في الترجمة السبب هو ماذا؟ النحو القواعد من جهة أو الكلمات أو الأسلوب اللي صيغ فيه النص أو أصوات أصوات كلمات المستخدمة في اللغة الأصل source language اللغة الأصل sl بدنا نختصر لها sl وفي حالتنا هذه إحنا شو اللغة الأصل إحنا عندنا؟ اللغة الإنجليزية اللي بننقل عنها للغة العربية عندما نقوم بترجمتها إلى target language target language اللغة المنقول إليها اللغة الهدف في هذه الحالة ما هي TL سنرمز لها بTL والsource language SL واللغة الهدف في هذه الحالة اللغة العربية نحن ننقل من الإنجليزية العربية هذا ما سنركز عليه which has different grammar and sometimes different words فاللغة الإنجليزية واللغة العربية فيه اختلاف من ناحية القواعد وأحيانا من مو أحيانا والكلمات والأصوات والأسلوب كمان لذلك نحتاج إلى حل لهذا المشاكل التي تتطرأ solutions to these problems فالحلول لهذه المشاكل are suggested on the basis of the type of text طيب الحلول لهذه المشاكل على ماذا تقوم على يعني اقتراح هذه الحلول يقوم على معرفة أو على أساس ماذا أنواع النص أنت أي نص هذا اللي بتتعامل معه أيش هو أدبي سياسي علمي وهكذا معرفة نوع النص الـ context سياقه سياق هذا النص readership readership يعني القارئ لمن هو موجه grammatical differences الاختلافات في النحو والقواعد بين اللغتين إلى آخره أشياء من هذا القبيل يقول لك هنا more discussion of translation problems and solutions will be given later on in this introduction سوف نتطرق أو مناقشة ستكونها كمناقشة مستفيدة أكثر لمشاكل وحلول الترجمة فيما بعد خلال هذه المقدمة ولذلك this approach is completely practical هذا النهج الذي سنتظرناه هو نهجا عمليا شو يعني نهج عملي بما يتألف هذا النهج composed of problems and solutions of translating مؤلف هذا النهج من المشاكل وحلول المشاكل التي تواجهنا في الترجمة والحلول الموضوعة لها of translating possible real and natural texts of different types عندما نتعامل مع أنواع مختلفة من النصوص الطبيعية natural texts but ولكن أولا ما هي الترجمة ما تعريف الترجمة what is translation الترجمة كموضوع as a subject generally refers to all the processes and methods used to render and or transfer the meaning of the source language text into the target language as closely completely and accurately as possible جملة طويلة الترجمة كموضوع تشير إلى كافة أو جميع العمليات والطرق المستخدمة في تصيير ونقل وتحويل المعنى من اللغة الأم مو اللغة الأم غلط نقول لكم لغة المصدر من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف إذن كافة العمليات اللي أنت بتستخدمها والطرائق والأساليب اللي تستخدمها لنقل المعنى لنقل معنى ما إيش نص في اللغة المصدر إلى اللغة الهدف target language ولكن تنقل هكذا جزافا لا as closely بشكل هذا النقل يجب أن يكون يتصف بهذه المواصفات as closely completely and accurate يحافظ على الدقة دقة المعنى وتمام المعنى closely يقول لك يعني الاقتراب قدر الإمكان من المعنى الآخر فهو مرة أقول لك closely مرة أقول لك completely accurately يعني هذه الاقتراب أو إتمام يعني بعض النصوص أنت يعني في نصوص معقدة جدا نحن نقول لا نستطيع الاتيان بتمام المعنى على آخر لكن قدر الإمكان نأتي بالمعنى نقربه قدر الإمكان و نتحرد دقة في ذلك أحط لك هنا as possible ليش؟ لأنه هذه القيد هذا لأنه ما يقدر مترجم يقول لك أنا مئة بالمئة نقلت النص يعني تخيل أنت مثلا من الأشكاليات التي نواجهها ترجمت للمصحف الشريف ترجمت القرآن الكريم يعني هل هناك أحد يقول بأننا يستطيع أن يقرب المعنى مئة بالمئة أو يعني أتى على المعنى مئة بالمئة نقول هذا يعني ضعوني بس أزبط هذا نقول لا يمكن أن يدعي ذلك مدعي أنه والله أتى على المعنى واستوفاه تماما من الترجمة إنما قربه قربه للناس طيب أنا عندي مشكلة هنا خليني أرجع أشوف هذه الحدود اللي هنا طيب أمون سنتلافى ذلك في التسجيلات القادمة إن شاء الله نتابع ما كنا نقوله إذن نحرص قدر الإمكان أن نقرب ونأتي بالمعنى عندما ننقل من اللغة المصدر للغة الهدف ولذلك سنستخدم وسائل ما هي هذه الوسائل الوسيلة الأولى أو نراعي استخدام هذه الأمور أولا words and phrases which already have direct equivalent in Arabic language أول شيء وإنت بتنقل النص تبحث هل هناك كلمات أو عبارات مقابلة للكلمة والعبارة التي تنقلها مئة بالمئة معادلة لها direct equivalent أنت أنت تنقل من العربي إلى الإنجليزي يجمعك speak الفعل speak نحن عندهم speak ونحن عندنا يتكلم فهذا مسمي direct equivalent مقابل مكافئ مباشر في لغتك العربية لهذه اللفظة أو العبارة في اللغة الإنجليزية إذن هذا أول ما نلجأ إليه ثانيا نراعي أيضا في النص إن كانت هناك كلمات أو مصطلحات لا يوجد لها مكافئ في اللغة العربية لا يوجد لها مكافئ في اللغة العربية شو نسوي يعني مثل لما اخترعوا الساتيلايت إحنا ما كان عندنا يعني هذا منتج هم جابوننا الساتيلايت فهذه لفظة حادثة لفظة جديدة ما كنا لسه بعدنا منعرف أنه يعني بعدين ترجمناها قمر إصطناعي لكن قبل ذلك ما عندنا إش يسمون قمر إصطناعي في اللغة العربية فهنا لا يوجد مكافئ لها ثلاثة أحيانا نلجأ إلى ماذا أن الكلمات الكلمات الأجنبية يعني هنا اللغة الإنجليزية خلاص نحن نقول أجنبية يعني نقول يعني ينصرف ذهنك اللغة الإنجليزية كلمات الأجنبية أو المصطلحات نكتبها ب بسموه ترانسلتريشن بأحرف اللغة العربية كما تنطق في اللغة الأصل يعني كلمة أسبرين ما ترجمناها صح؟ قلنا أسبرين كما هي لأنه مسمى هذا دواء أسبرين شو عمل نحن بس كتبنا هذه الكلمة يعني كما ننطقها في اللغة الأم نحن نقول أسبرين كتبنا أسبرين همزة سين بايا رايا حجناها وكتبناها ما ترجمناها أيضا عندي foreign words or terms عندي كلمات أجنبية أو مصطلحات made to fit Arabic pronunciation made to fit Arabic pronunciation spelling and grammar وجدنا أنه في كلمات ما ترجمناها ما ترجمناها ولكن يعني تقريبا حورنا نطقها هذا اسم تحوير النطق بس تحوير هنا حافظنا على النطق كامل كما قال أسبرين أسبرين لكن democracy ما كتبنا democracy يعني ما جينا كتبنا هكذا democracy democracy حورناها تحوير صارت ديمقراطية عندها كثير من هذا يعني يصير في التحوير مثلا يعني خصوص بالأسماء هذا الموضوع Aristotle 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 هذا الفيروسوف اليوناني بنا أريستوتل سمينا أرستو Plato أفلاطون شوف شون كمان فيه أحيانا يصير في تحوير في تحوير وهذا يعني كثير عندنا في اللغة العربية بعض المفردات خذناها من لغات أخرى وحورناها بما يناسب النطق العربي فصارت هذه الكلمة يعني ينسحب عليها بتقدر الديمقراطية صارت الحروف حروف عربية والكتابة والنحو الديمقراطية صارت تحط لها ضمة لما تعتملها مبتدأ أو تقول أنا لا أحب الديمقراطية صارت تعطيها فتحة بالأخير المفعول به فتناسبت مع اللغة العربية وهذه أحنا يعني جبنا الأمثلة الذي ذكره هنا الأستاذ حسن نحن ذكرناه هنا مباشرة الآن التمهيد المقدمة ما زلنا فيها ما الذي نترجمه هو هل نترجم القواعد المفردات الأسلوب الأصوات أم شيء آخر تعال نجيب على هذا السؤال ما الذي نترجمه نحن لا نترجم لا لنحو ولا الكلمات ولا الأسلوب ولا الأصوات ولا واحد منهم ما الذي نترجمه إذن نحن فقط دائما نترجم شيء واحد فقط وهو المعنى نحن نترجم المعنى معنى هذه الجمل لكن ما لما نقول المعنى ما المقصود بالمعنى هذا سؤال كبير ومن الصعب أن نجيب عليه مباشرة يعني ما عندنا جواب مباشر مانع جامع مانع جامع exclusively and decisively however ولكن a general satisfactory and simple answer جواب بسيط مقنع وعام ممكن أن يعطاهنا لتعريف المعنى يعرف المعنى is a complicated network of language components compromised of يعرف المعنى على أنه شبكة معقدة من العناصر اللغوية language components components من العناصر اللغوية compromised comprised of تتألف من هذه الشبكة من العناصر اللغوية تتألف من إيش syntax syntax يعني النحو القواعد vocabulary يعني الكلمات المفردات style الاسلوب and phonology الأصوات إذن هم ولا واحد من هذول لكن هو شبكة معقدة منهم كله each of these components فكل واحد من هذه العناصر والمكونات include several points يندرج تحتها نقاط عدة يعني حتى نعرف يعني لما قال لك شبكة معقدة فالموضوع ليست تقول لي والله مثلاً أربع عناصر وانتهينا أو عنصرين لا عندك شبكة معقدة وكل واحد من هذول الأشياء الذي ذكرها الأستاذ ستنترج تحتها أشياء كثيرة جداً جداً كما هو موضح في الشكل انظر فإذا قلت لك grammar النحو فعني إذا كتحدثني عن الجمل وتراكيبها الأشباه الجمل ترتيب الكلمات الword order ترتيب مين يجي أول الفاعل ولا الفعل فعل ولا الفاعل همتى يجي الأزمنة المودلز المودل هذول المودل يعني أكثر ما أستطيع أنه أبين يعني هذا في المودلز هو الأساليب البيانية يعني إذا كتقول ممكن تقول هذا الكلام يعني هل الجملة تنص على الوجوب أم تنص على الندب اللي هو أخف من الوجوب أو تنص على الاستحباب وهكذا هل هي جملة هل جملة استفهامية أم تقريرية هل هناك نتف نفي هل هناك أسلوب الأمر الصفات الأحوال أدوات المستخدم مع الكلمات أدوات الربط وعيد وعيد ومشي هذا بس نتكلم عن النحو جانب المفردات جانب المفردات هذا يندر يشتعل يعني شو المفردات نتكلم عن المرادفات السينانوم والأنتونوم أنتونومي سينانومي أنتونومي المفردات والمضادات أو العكوس بعدين بيجي عندك أعفوا البوليسيزمي بوليسيزمي البوليسيزمي البوليسيزمي هذا يعني يكون للمفرد الواحدة اللفظة الواحدة عدة معاني عدة معاني وأحيانا تكون يعني معاني في تقارب بينها وأحيانا نكون في تباعد روح أنت بس افتح لي على الفعل get بالقاموس بس الفعل get هذا شوف كم يعطيك معاني له المفردة واحدة بعدة مدعاني هذه البوليسيزمي ثم المتلازمات اللفظية والكوليتيشنز المعنى وهذا باللفظ المتلازمات اللفظية شو يعني متلازم خلني أعطيكم مثال المتلازمات اللفظية طبعا هو كثير جدا مثلا احنا منقول دايما fast food هذا متلازم يجو مع بعض كلمة fast food بتقول pay attention مثلا بتقول make an effort an effort وما بتقول do an effort بتقول do an effort غلط بتقول make an effort معنى هنا في عمل طب شو دخل make هكذا متلازم اللفظي وهكذا كيف نتعرف هذولا في جانب كثير من اللغة منقول عنه هذا سماعي بالدربة بيجي وتستخدم القاموس إذا ما كنت تعرف لما يمر معك بتروح بتشوف القاموس بيقول لك القاموس أو قد سمعتها أو تسأل عنها بس ما في قواعد ناظمة لها هذا الجانب السماعي idioms المصطلحات البروفيربز الأمثال الميتافورز الكنايات الكنايات والمجاز المصطلحات التقنية مثل arabization التعريب proper names أسماء العلم institutional terms المصطلحات المؤسسية الثقافة إلى آخره وانتماش الاسلوب الاسلوب هذا المستخدم في النص formality versus informality الاسلوب الرسمي مقابل غير الرسمي الفصيح مقابل العامي إلى آخره عندك fronting paralysm ambiguity repetition كل واحد من هذولا يعني يحتاج إلى كل واحد تفرد له وتبعد تشرح فيه كثير اسلوب ساخر اسلوب هزلي اسلوب هجاء هذه الاساليب طيب بعدين عندي phonology إيقاع النص الأصوات فيه أصوات المفردة وأصوات الجملة كما الإيقاع الرhyme القافية rhythm موسيقى موسيقى الكلمات موسيقى الجمل طبعا يعني هذا حسب النص مو كله دائم يعني النص مثلا يختلف النصوص الأدبي واضح فيه مثلا النص الشعري واضح هذا جدا جدا بعض النصوص فيها نوع من الإيقاع تستطيع خصوصا باللغة العربية يعني فيه محسنات لفظية ومحسنات بديعية ما يسمى الجناس الطباق وهكذا فهذه الأشياء يراعى فيه هذا الكلام طبعا ما رح ندخل فيها كثيرا يعني حتى نشوف الأستاذ إذا تهرض بس لكن هذه أمثلة يعني مثلا القافية الشعرية في الأخير أن كلها تنتهي بنفس الصوت القرآن الكريم القرآن الكريم يعني فيه هذا النوع يعني ما بدنا نسميه قافية لكن تحس أنه النص النص لما تقرأه حتى تقرأه بدون تجويد مختلف عن النص العادي له قد يعترض البعض يعني نقول خلنستخدم نفس الكريم مشا ما أقول موسيقى هنقول له إيقاع له رذم معين تستطيع لو أنت سمعت واحد يقرأ بدون تجويد تعرف أن هذا النص قرآن صح حتى لو ما نتحافظ القرآن لأنه له مميزة خاصة فيه في الصوت في الإقاع في المفردات إلى آخره لأن نريد أن نطيل الآن خلننتقل وهكذا بيقول لك المعنى meaning is the product of the different components of language فالمعنى بهذا الشكل يكون هو نتاج هذه العناصر المختلفة مجتمعة للغة taken together تأخذها كلها مع بعضها occurring in a certain type of text and context وتأتي كل هذه العناصر ضمن نص معين وسياق معين and directed to a certain kind of readership وتكون موجهة نحو قارئ معين شوف هذا الكلام مهم جدا إذن المعنى برجع بعيد هذا الكلام ما هو المعنى الآن هو نتاج هذه العناصر اللغوية المختلفة اللي ذكرناها فوق كلها مع بعضها عندما تأتي أين تأتي في نوع محدد من النصوص والسياقات وتكون موجهة لنوع معين من القراء الreadership طيب في الترجمة in translation although we do not translate تمام although we do not translate say English grammar into Arabic we account for its role in shaping meaning يعني في الترجمة على الرغم من أننا لا نترجم القواعد اللغة الإنجليزية إلى العربية إلا أننا طبعا سياني على سبيل المثال إلا أننا we account for its role in shaping meaning إلا أننا نراعيها ونأخذها بالحسبان ونعرف مدى تأثيرها على إيش على المعنى على صياغة المعنى تحديد المعنى فإنت صحيح لا تترجم القواعد بس القواعد لكنك عارف أنه كمان قواعد اللغة الإنجليزية تلعب دور في الترجمة ليش نقول قواعد لغة الإنجليزية؟ لأنه منترجم من الإنجليز العربي الآن نحن بنوقع من الإنجليز العربي وحتى لما تصيغ أنت عبارتك باللغة العربية كمان بدك تبدأ تراعي موضوع القواعد سيأتي بعدين بالتفصيل لكن على الرغم أنه إحنا مش مركزين فقط على في الترجمة إلا أنها تلعب دورا كبيرا ولا يمكن إغفاله هذا المقصد فهذا القواعد إما أن تجعل النص سهلا أو تصعبه فينعكس بذلك على القدرة على ترجمة هذا النص حسنا The same can be said وكذلك ممكن أن نقول أو ينطبق الأمر على من of other language components يعني ما قلناه هنا عن القواعد نقوله أيضا عن الإسلوب وعن المفردات أنت لا تترجم المفردات لوحدها ولكنك أيضا ستراعي الأشياء الذي قلناها قبل شوي تحت ما يسمى الفوكابلوري وهكذا يعني نحن لا نخصص الترجم بأحد عناصر هذه ولكنها تراعى كلها أثناء الترجم هذا الذي نريد أو يريد الأستاذ أن يقوله The same can be said of other language components وهذا ينطبق على العناصر الأخرى اللغوية شوين عناصر اللغوية الأخرى اللي كان عندي الwords الستايل الساون We are always interested in how they combine كما إحنا مهتمين كيف هذولا يعني يجتمعوا مع بعض ويتصلوا مع بعض شو العلاقات اللي بينهم how they combine produce influence reflect and crystallize إذن على مرة ثانية على الرغم أننا لا نترجم نركز على كل واحد بعينه لكننا نراعي كل هذه العناصر وكيف عند الترجمة وكيف تجتمع وكيف تجتمع كيف عفوا كيف تؤلف وتنتج وتؤثر وتعكس وتجلي المعنى هذه العناصر الأربعة التي تكلمنا عن العاصر اللغوية إذن هي تلعب كلها هذه المجتمع دورا في صياغة المعنى hence كذلك with a few exceptions باستثناءات قليلة we translate meaning nothing else but meaning إذن نحن مرة أخرى نترجم المعنى ولا شيء آخر سواء المعنى مش بقول لك في استثناءات قليلة هذا الكلام حنشوف بعدين this means that anything not relevant to meaning is usually disregarded in translation ماذا يعني 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 ذلك أن أي شيء ليس له صلة بالمعنى فإننا نتركه ولا نترجمه يستثني except for certain texts like poetry where sound prosodic features are sometimes more important than me وهذا يستثنى منه بعض النصوص مثل النصوص الشعرية حيث يكون فيها التركيز على الأصوات أو مميزات الصوت أو الإيقاع أو نقول يعني كل ما له علاقة بالأصوات يعني سنأتي إلى توضيح هذا بالأمثل الآن نريد أن خليني نمشي مع النص هناك يصير التركيز عليها أكثر من المعنى في هذا يعني نهو خصوصية النص الشعري سيأتي هذا إن شاء الله on the other hand من ناحية أخرى meaning is not the product of words only as many would wrongly think but also of grammar style and sounds يعني الآن صرنا يعني هنا في تعزيز لهذه الفقرة صار تكرار الكلام من ناحية أخرى المعنى ليس نتاجا للكلمات فقط كما قد يعتقد البعض ولكن أيضا من نرجع مرة ثانية من النحو والأسلوب والأصوات والكلمات ماذا يعني هذا الكلام يعني إذا واحد يقول والله لا أنت بس ترجم الكلمات يعني إذا أعطيتك هذا المصاد اللي قدامك الحين حط كل كلمة مقابل معناها هنا كذلك مع قليل استثناءات نحن نحن يترجم المعنى لا شيء سوى لكن المعنى الآن هل هذه ترجمة أنت تضع كل كلمة فوق معناها وتمضي وتقول ترجمة لا إذا الموضوع ليس فقط متعلق بأنك تترجم كل كلمة وبعدين تقول ترجمة النص ما يكفي معرفة الكلمات الوحدة فالشكل اثنين هذا يلخص ويبين العلاقة بين المعنى واللغة والعناصر اللغوية والترجمة انظر شلون شوف هذه اللغة وهذا المعنى هنا الترانسليشن تحت اللغة لها عناصر هذه العناصر هكذا ولكن كمان المعنى قائم على هذه العناصر الأربعة حتى تعطيك ترانسليشن انظر كيف العلاقة يعني بدون هذه الأسهم جئة وذهابة ما بتقدر تفرز انت تعطينا ترجمة صحيحة اذا نقول اذا نقول ما الذي نترجمه وكيف 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 نترجمه الآن فهمنا ما الذي نترجمه نحن نترجم المعنى وقلنا ما المعنى المعنى مرتكز على هذه الأشياء كلها ولا ينفرد بواحدة منها الآن سننتقل إلى نقطة كيف نترجم فنحن لدينا الماهية ولدينا الكيفية عند طرح مثل هذا السؤال عندما طرح هذا السؤال كيف نترجم هناك شيئا لابد من مراعدهما أولا methods of translation أساليب وطرائق الترجمة وثانيا the process of translation عملية الترجمة نفسها أما أساليب الترجمة وطرائقها a method of translation can be defined as the way we translate المقصود بطريقة الترجمة يعني كيف نترجم الطريقة والأسوب الذي نترجم به whether we translate literally or freely يعني سواء كنت تترجم حرفيا أو ليس حرفيا freely شيئا ليس حرفيا يعني بتصرف سواء كنت تترجم حرفيا أم بتصرف the words or the meaning the form or the content the letter or the spirit the manner or the matter the form or the passage the direct meaning or the implied meaning in context or out of context and so on إذن نحن عندما نقول طرائق الترجمة أي الأسلوب الذي يتم فيه الترجمة الطريقة التي تتم الترجمة بها سواء كانت ركز حرفيا حرفيا أم بتصرف سواء كنت تترجم الكلمات أم المعنى الشكل أم المضمون the form or the content الشكل أم المضمون the letter or the spirit نفس الشيء يعني the letter or the spirit اللي هو الشكل أم المضمون يعني حرفية النص أم معناه أو جسم والروح إن أردت the manner or the matter the manner or the matter شوف الجماعة عندهم حتى مثل عندنا أحيانا مصير شوية سجع عندهم the manner الأسلوب or the matter الجوهر أو الشكل المظهر أو الجوهر الأفضل يعني نعطي يعني ترجمة أيضا دقيقة الجوهر أو عفوا المظهر أو الجوهر the form or the message كل هذا نفس هذا المعنى الشكل أو المضمون يعني the direct mean المعنى المباشر أو المعنى الضمني في داخل السياق في السياق أم خارج السياق وهكذا طيب writers on translation have suggested different methods based on the two major old new methods of translation المؤلفين الذين ألفوا حول موضوع الترجمة اقترحوا لنا اسلوبين للترجمة أساسيين وهم معروفين منذ يعني بقول لك القديمين الجديدين هذه آتين الطريقتين ما هي الحرفية والتصرف الترجمة الحرفية literal والترجمة بتصرف طبعا هنا بقول لك الترجمة الحرة مثلا ما بدك الترجمة الحرفية والترجمة الحرة أو الترجمة بتصرف among these are مين هما اللي يعني تحدثوا عن هاتين هاتين الاسلوبين وهاتين الطريقتين في الترجمة هذول هما الكتاب نعطيناك إياهم و يعني معلفاتهم وأيضا أسماؤهم طيب ولكن ربما لا يوجد لا يوجد الداعي للتفصيل بهتين الطريقتين بهتين الطريقتين يعني ما فيش داعي نفصل بهتين الطريقتين سفايست يكفيها أو يكفي يكفينا نحن to point out that the first pair literal versus free translation explains more or less the meaning the remaining pairs in general terms يعني إحنا هنا تشوف هذي أساليب والكتاب اللي يعني كتبوا حول موضوع الترجمة أبرز الطرق هي مشوقنا الحرفية والحرة تمام الأساليب الثاني اللي الكتاب بتكلم عنها معددة لك هنا طيب مثلا semantic في عكس communicative translation semantic المعنى communicative التواصل formal correspondence المراسلات الرسمية والمكافئات النصية المكافئات المكافئات الشكلية هنا والترجمة الدايناميكية ويعددون الآن إحنا شو بيقول هو يكفينا أننا من هذه كل ما نفصل بها ولكن إحنا بنركز على موضوع literal والfree الحرفية والحرة في الترجمة في الحقيقة the argument of today about the methods of translation is not very much different in essence from the age old debate about literal and free translation وإحنا الآن في الوقت الراهن لا نختلف عما كان عليه الحال من قبل من حيث يعني الجدل المثار حول مين the debate الجدل حول موضوع الترجمة الحرفية والترجمة الحرة هو نفس الجدل قائم من زمان ولا يزال كما يقول نيو مارك وأيضا نيو مارك يقول also declares the central problem of translating المشكلة الرئيسية للترجمة has always been whether to translate كانت دائما هي إيش يعني شو كانت المشكلة دائما تبدور حول إيش هل نترجم حرفيا أم نترجم بتصرف هذا شوف يعني هذا مذكور في كتب الأولين ولكن thus by discussing these two methods we may understand the main lines of argument about translation methods from a new angle I hope ولكن يقول أستاذ حسن أتمنى الآن لما يعني نناقش هذين الإسلوبين في الترجمة أننا يعني نفهم لماذا هذا الجدل قام حول يعني حول هتين أو هذين الإسلوبين لنبدأ بالliteral translation الترجمة الحرفية تفهم هذه الطريقة وهذا الإسلوب في الترجمة ويطبق بثلاث يعني طرق أو من ثلاثة أوجه من صح التعبير which can be summarized and exemplified as follows كما سيتبين بعد قليل يعني هذه الأوجه الثلاثة أو الجوانب الثلاثة المتعلقة بالترجمة الحرفية وبيّنها وبيّنها أيضا نيو مارك في كتابه حاطر لك المرجع ممكن ترجع له والصفحة كذلك يعني هناك ثلاثة أوجه أيضا هو نيو مارك يفرق بين ثلاثة أساليب لطريقة الترجمة الحرفية متبعة طيب إذن هذا من ناحية ماذا الترجمة الحرفية هو أسلوب هو أسلوب متبع ولكن أيضا هذا الأسلوب في الترجمة الحرفية كمان قائم على ثلاثة مرتكزات الأولا word for word translation الترجمة حرفية بمعنى كلمة لكلمة يعني الترجمة الحرفية للكلمات شو يعني يعني نقوم نترجم كل كلمة باللغة الإنجليزية إلى مكافئة باللغة العربية which is kept the same وكما هي and the line and in line with that of English يعني شلون هذه عندك جملة the child is intelligent شو من قول عفوا that child is intelligent نقول ذاك يعني ذا ذا هي ذاك الطفل يكون ذكي حطنا كل الكلمة ومعناها تحدها هكذا ذاك الطفل يكون ذكي بعدين لما رجعنا عدلناها وقلنا ذاك الطفل يكون ذكيا لكن انظر الآن الترجمة هنا مبدئيا هكذا وكل جملة من هذه الجمل أيضا كيف في الترجمة الحرفية ثم عندما تعملها إعادة صياغة فهي موجودة أمامك لا دايني أقرها نحن نريد التعليق الآن وهذا المزيد من الأمثلة المزيد من الأمثلة تعالي الآن إلى التعليق في هذه الطريقة في هذه الطريقة نعمد إلى ترجمة الكلمات كل كلمة على أحدها كل ما علينا فعله إنك تجيب المكافئ لهذه الكلمة معناها المكافئ في اللغة العربية للكلمة الإنجليزية بغض النظر بغض النظر عن الفروقات في القواعد وترتيب الكلمات والسياق والاستخدام الخاص شوف عنا رتبنا الكلام أنا أعرف هذه المعلومة أحيانا يعني بتزبط معنا شوف هذه جاي الزلطة تماما لكن أنظر هنا هذا الرجل يكون كبيرة رمية هذا الرجل كبيرة هذا الرجل يكون كبيرة رمية شو يعني كبيرة رمية ما أنه علاقة ما أنه علاقة يعني هنا شو المعنى نحن نترجم حرفيا طيب لو حطا واحد حقنا كبيرة بتم ممشي الحال لكن شط رمية تمام حطينا هذا جاب المعنى كمان أيضا اختيار المعنى هنا ليش ختار رمية مثلا إجي حط ما عندنا أول كلمة طلعت لي بالقاموس قمت وحطيتها ما لي علاقة أنا أقول لك أوقف الضرب حول الشجيرة طبعا هذا الترجم الحرفي لكن ستتفاجأ هادي ما أريد أن أستفق الآن إذا أراد أن يعلق الأستاذ على ذلك خلينا ننتظر طيب إذن نحن نأتي بكل كلمة ومقابلها في اللغة العربية ونضحها تحت الكلمة بغض النظر طلعت الجملة مصبوطة ولا ما طلعت مصبوطة بغض النظر عن القواعد بغض النظر عن ترتيب الكلمات الفعل قبل الفاعل المفعول به اسم الجر اسم المجرور قبل حرف الجر ما أنه علاقة والأهم من ذلك السياق هذا سياق وإيش لأنه نفس السياق يحكمك الآن في اختيار مفرداتك سياق رسمي أنت بترفع خطاب أنت بتخاطب إنسان درجة على منك أنت بتتكلم لجمهور عامي وهكذا زد على ذلك في هذا النوع من الوجه هذا النوع من الوجه هذا النوع من الوجه أحنا التركيز على اللغة الأصل أو اللغة المصدر مش مهام ما بهمناش اللغة اللي بنركز اللي اللي ننقل إليها مش في الحسبان التركيز على اللغة الأصل على اللغة الإنجليزية في هذا الحال وهذه اللغة الثانية مطلوب منها مش مطلوب منك شيء خلاص انت انعكاس فقط لهذه لغض النظر جد صحيح ما جد صحيح ما بهمنا تشوف لذلك طبعا بتقول او بعض الناس يقولون هذا واضح يعني الموضوع سهل جدا افتع القاموس حطه الكلمة وامشي هذا يقول لك طريقة مباشرة وسهل للترجمة وهذا اسلوب متبع يعني من الطلاب بالاخص طبعا اي طلاب الطلاب اللي بعدهم ما عندهم وما حك باللغة ما يعرفون اللغة فهو يعني اللي ما عنده اول شيء يعني او لغته اه يعني او نقول فيه من الناس بيحاول انو يعني يعرف بس رؤوس الاقلام من النص فقط طيب يكون ليست جيدة لعدة اسباب طبعا هذا ما يبغى هذا بالبديهة يعني بالبديهة اي واحد تعرضي يقولك هذا كلام فارغ ما يصلح اولا it ignores the target language completely ليش اولا هي تتجاهل نظام اللغة التي تنقل اليها تماما يعني انت بتركز على اللغة الانجليزية فقط هنا في هذا الحال وتتجاهل اه ادبيات وقواعد اللغة العربية سواء لتحكم المبنى او لتحكم المعنى making it subject to the source language wholly and entirely فهو ان الموضوع خاضع فقط للغة المصدر ثانيا it disregards the grammatical differences between the two languages هنا في ايش اغفال للجانب او للفروقات النحوية بين اللغتين which belong to two sometimes sharp different language families واحيانا هذه الفروقات يكون يعني فروقات شاسعة جدا بعيدة جدا متباينة جدا خصوصي بين اللغات اللي ليست لا تنحدر من عائلة واحدة كالانجليزية والعربية مثلا لكن انت مثلا شوف لو انت بتعمل هذه الطريقة بين الانجليزية والالمانية لو عملت بس هذه الطريقة حرفية كل واحدة كلمة تحتها تحتها انت ممكن تجيب الى حد ثمانين بالمية من المعنى واكثر من ذلك كمان ليش لانه الانجليزية والالمانية ينحدران من نفس الاصل وكلما ابتعدت اللغة عن اللغة اللي تنقل عنها زادت الفروقات في القواعد والنحو ويتأثر المعنى كثيرة there is english is an indo-european مثلا الانجليزية هي indo-european west germanic language هي من لغات الجرمانية بينما اللغة العربية من لغات السامية يعني شوف البون شاسع جدا اثنين اذا في اغفاء للقواعد اللي تحكم النحو اللي تحكم اللغتين اللي تنقل بينهما it transfers the sl source language grammar and word order وهنا في صير في نقل في هذه الناحية تنقل انت يعني يعني خلني عيد الصياغة نقول انت هنا تغلب الجانب النحو الى اللغة المصدر ونظام الكلمات فيها وتسحبه على اللغة الاخرى اللي هي اللغة العربية في هذا الحالة it does not acknowledge the different word order of the two languages يعني هما دائما يبدأون بالsubject ثم الفعل احنا مثلا ما منبدأ احنا يمكن عندنا جملة اسمية يا جملة فعلية اذا ورد الفعل منحب نبدأ بالفعل بعدين الاسم صح؟ دائما هذا نظامنا هكذا نظامنا في اللغة العربية لكن لا بصير كله دائما الولد يذهب الرجل يأكل بتحط لانه قاعد ترجم حرفيا انت بتحط الاسم وبعدين بتجيب الفعل ما جبت لازم كنت تقول يأكل الولد لان هذه جملة فعلية مثلا اذا ليش؟ لان انت جالس تتعامل مع اللغة الثانية اللغة المصدر وتغلب وتسحب عليها النظام مثلا ترتيب الكلمات فيها تعكس على اللغة المصدر كمان من المشاكل التي سترد نحن كنا لازم يعني كل واحدة من هذه النقاط أخذنا الجملة المثالي لذكر الأستاذ يعني مثلا ما أقول لك تتجاهل اللغة المصدر عفوا تتجاهل اللغة الهدف وتجعلها خاضعة تماما للغة المصدر بعدين هنا اثنين تتجاهل الفروقات النحوية بين اللغتين تعال نشوف هنا الجملة الترجمة كانت ذاك الطفل يكون ذكيا هكذا الجملة كانت طيب احنا ما مقول ذاك الطفل يكون ذكيا احنا مقول ذاك الطفل ذكي مباشرة ما منجيب يكون ما مندخل كلمة يكون لانه في اس وام وار ما مندخل هذا هذا مضمر احنا بالنسبة لنا مضمر عشان كده مقول ذاك الطفل ذكي لكن انا هنا اضطررت ان امشي على نظام اللغة الانجليزية ايضا شو قالوا انه عندي تجاهل للقواعد عندي ترتيب الكلمات في اللغة المصدر ينعكس على ترتيب الكلمات في اللغة الهدف يعني كانت الجملة ماري ارادت ان تأخذ شايا شو كانت الجملة ماري wanted to take tea فقاموا ترجموا ماري ارادت ان تأخذ شايا او شاي بدون شايا حتى يعني كلمة شاي ما حطيت تنوينها ولا اعربتها بعدني طيب في عندنا عدة مشاكل احنا ما مقول تأخذ اولا ولم نقول ماري ارادت فانت هنا جالست تبع الترتيب تبعها عنو قال ماري wanted فانت قلت ماري ارادت صح تبعت نفس الترتيب جبت الاسم بعدين الفعل احنا منبدأ بالفعل ارادت ماري بس ما مقول هنا هناك كانت تيك يأخذ كانت تيك يأخذ بس احنا ما اقول اخذ شاي اتناول الشاي صح او تشرب شايا يعني اي كلمة غير تأخذ ارادت ماري ان تشرب او تتناول بعدين شايا احنا كانت فوق شاي نصبتها لان صارت مفعول به اما هنا في اشياء كثيرة انا اغفلتها ومشيت فيها على حسب نظام اللغة الانجليزية طيب اذا لا يوجد في هذا الاسلوب احترام لسياق الكلمات في اللغة ولا اه يعني يخليك شو بقول لك allows for words to be understood ويتيح المجال لفهم الكلمات بمعزل عن بعضها بعضا شلون مثل هنا لما قال في هذه الجملة هو يكون عائشا من يد الى فم اساسا شو هو يكون عائشا من يد الى فم ما احنا عارفين اساسا لانه قال he is living from hand to mouth ترجمها هنا بس هذا ترجمة بتقول بدون ان يفهم انه هذا from hand to mouth هذا مصطلح نجيبه احنا مثل وكثير هذا في اللغة العربية مثلا بتقول يعني في الدارج مثلا بتقول لك عمل السالفة من الالف الى الياء شو يعني من الالف الى الياء شو يعني من الالف الى الياء هنا يعني من اولها الى الاخرة صح فهذه الكلمات الاصطلاحية المصطلحات الترجمة الحرفية تغفلها فهنا بتطلع لك هو يكون عائشا من يد الى فم لكن اذا ما كنت عارف انه هذا مصطلح حترجمها هكذا وصير ترجمة مضحكة وليس وليس اساسا ما اعطتني معنى وهي يعيش على الكفاف يعني اول بول يعيش اول بول وهكذا طيب الان تنقل ايش معاني الكلمات الرئيسية فقط وهذه الحالة انت الان كما قلنا تستثني امكانية ان وجود عندي معاني اخرى لهذه الكلمات صارت بسبب تجاورة مجاورتها لكلمات اخرى او معاني خاصة او معاني غير مباشرة او معاني مجازية متوفاركل زي هذا المثال اللي احنا جبناه قبل شوي هذا كمان جيد يعني ينطبق على هذا الكلام هنا اه اه مثلا شو بقول لك خلني ان نقول هنا من فضلك امكث معي على الحرم الجامعي كلمة على على الحرم الجامعي ليش؟ لانه هي جاية في النص الاصلي شو قل لك بليز تي وذ مي اون ذا كامبس اون ذا كامبس اون ذا كامبس او انا ما مترجم اون على على الحرم الجامعي شو يعني انت الراكب فوق الحرم الجامعي اذا انت لم تفهم انه حرف الجر هذا مع الذي بعده بصير يعطي معنى اخر معنى اخر مختلف تماما عن المال الحرفي يعني فيه كمان احنا حتى اون اترك من هذا انت ابسط من ذلك احنا اقول يوم الخميس اشوفك يوم الخميس شو بتقول اشوفك يوم الخميس اوم صي يو اوه ان ثيرس دي مال ايام نستخدم اون فحتى ترجم تقول اراك على يوم الخميس بتقولك اون على امم قل لك لا هذا لكن مع الايام حتا شو المقابل له في الايام احنا نقول فيي فيه يوم الخميس اعرفت هذا الذي يعني يتجاهل هذه الطريقة ومعاني المصطلحات هذا اللي اخطر من ذلك كله هذا يعني هذا المثال اللي هنا انك المصطلح تترجم حرفيا فيا ما يعطيك معنى يصير المعنى مضحك في بعضها يعني وغريب جدا جدا كمان افرض انه انت جيت امام كلمة في اللغة الانجليزية ليس لها مقابل في اللغة العربية شو نسوي هنا حتتجاهلها تتركها صح زي ما قلنا قبل شوي ساتيلايت مثلا افرض ما عندنا احنا مقابل للساتيلايت هذي كلمة الساتيلايت فشو نسوي تتركها بهذا حالة طيب بس تركت كلمة بدون ترجمة اختلى المعنى تمام وهكذا يكون بنعنا لهذه الطريقة يكون المعنى هو نتاج الكلمات فقط وهذا غير مقبول لانك تغفل عناصر كثيرة جدا في النص غير مقبول انك فقط تعتمد على معانى الكلمات يعني الترجمات اللي ابردناها فوق كانت الترجمات غير مقبولة معظمها بعضها ماشي الحال وهكذا سوف انو صحوا هذه الكلمات يعني ما قل لك اوقف الضربة حول الشجيرة اراوند بوش اراوند بوش لما هون اقلو ايش ابعفون اباو د بوش استوب بيتن اباو د بوش استوب بيك شوت هذا ديس مان از بيك شوت فحذولا لما تيجي تقول اوقف الضرب حول الشجيرة شو اوقف الضرب حول الشجيرة يعني المعنى هذا كمان استلاحي انو توقف عن اللف والدوران كفة عن المراوغة وهذا الشخص عظيم الشأن رفيع المنزلة بيك شوت كبير الرمية انا اعرف هذه المعلومة انا اعرف هذه المعلومة information معلومة ترجمها وهي معلومات وحط الضمير انا انا اعرف احنا ما نضيف الضمير انا ما نتكلم انا اريد انا انا كذا الا اذا في سبب لذلك يعني يكون للتوكيد عشان مثلا انت احنا عارفين مينة حيروح تقول انا بروح وانا بتستخدم انا لكن الاصل ما تستخدم انا الضمير متضمن داخل الفعل فتقول اعرف هذه المعلومات هذه من خصائص اللغة العربية وهكذا سيكون هناك المزيد من المناقشة للترجمة الحرفية والمشاكل التي امثل عن المشاكل التي تواجهنا في كذا كذا في تشابتر واحد واحد والفقرة واحد من تشابتر واحد والى اخرى الان عندي قضية اه كذا صار ان احنا ايش احنا الان صار نساعة صح طيب سنتوقف هنا لا نريد ان نطيل نتوقف هنا عند هذا الطريقة الاولى من طرق الترجمة الحرفية وهي المعتمدة على المفردات فقط ترجمة المفردات كلمة لكلمة وايجاد مكافئ لفظي او مكافئ لكل كلمة من اللغة التي ننقل اليها طيب انا كل جلسة سنقسمها الى نجالها ساعة واحدة فقط لا نريد ان نطيل هذه كانت المقدمة وايضا من خلال هذا من خلال الدرس الاول تقيمون الشرح فان اعجبكم فبها ونعمة واخبروني بذلك حتى نستمر واذا كان هذا الاسلوب غير مواتي لكم كمان ارجو ان تتواصلوا مع ما ان تخبروني حتى نجد حلا اما ان يعني نغير طريق للتناول والشرح او نتوقف عن الشرح تماما لاني لا اريد ان اكون عبأ اه على الطلاب نحن نريد ان ان نفيدهم ما استطعنا الى ذلك سبيلا ولكن لكل انسان امكانيات خاصة فان عجزت عن ذلك فلا اجد حرجا في ان اقول هذا الذي عندي هو سامح مني ونتوقف هنا ان شاء الله اه حتى نسمع منكم اه وتردون ملاحظاتكم الى ذلك الحين اتمنى لكم التوفيق واستودعكم الله والسلام عليكم